هكذا صارت شوارع مدينة الخليل كبرى المدن الفلسطينية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى أغلقت المدينة وانتشرت الحواجز ومنعت تجوال إلا عن هؤلاء الرجال الذين تداعوا لاجتماع طارئ لبحث سبل مساعدة من فقد مصدر رزقه في المدينة مجتمع الفلسطين بحد ذاته ومجتمع ضعيف اقتصاديا ولا يمتلك المقاومات العالية فلذا كان من الواجب ومن المحتم علينا أن نبدأ بسرعة فائقة حتى نمكن كل هذه الشرائح أن تكون بين أيديها في القريب العاجل هذه المساعدات حتى تصمد أكبر فترة وأطول مدة في مواجهة هذا الفيروس ما جمع من أموال لدى اللجنة الإغاثية يتحول هنا مباشرة إلى طحين وأرز وزيت وموادة مونية أخرى يعكف هؤلاء الشبان على تصنيفها في طرود غذائية توزع مباشرة على المحتاجين وخصوصا هؤلاء العمال الذين تركوا عملهم في إسرائيل وعادوا إلى المدينة بلا مصدر رزق حيث يجري تعقيمهم مباشرة ثم حجرهم في بيوتهم أربعة عشر يوما أنا بطمن كل العمال وكل من يحتاج إلى المساعدة ستكون لجنة الطوارئ جاهزة لإيصال هذه المعونات إلى منزله دون الخروج من بيته رئيس الوزراء محمد اشتايا طلب من الفلسطينيين أن يتحضروا لأزمة قد تطول أشهر حيث من المتوقع أن يفقد آلاف مصدر دخلهم حينها ستكون هذه اللجانة الإغاثية مصدر الصمود الوحيد لمواجهة فيروس كورونا عبد الحفيظ جعوان العربية لأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر